جسور وأنفاق ومد شبكات المياه والصرف الصحي وبناء المستشفيات في كاركوك فضلا عن مشاريع عملاقة أبرزها إعادة تأهيل البنة التحتية ووضع حجر الأساس لموقع الحجر الصحي الجديد إنجاز بشروع الحي العشكري التبليط مع الأرصف مع المجاري والآن نحن في الـ 55 و 58 أيضا بعد اكتمال هو حي النداء بافتتاح هذه هدية المحافظة لأهلها واستحقاقهم المهم أنه كما وعدناهم في خطة 2019 نفذنا العمل بوقت قياسي وأعلم أن الشركة لا زال لديها وقت تقريبا نصف الوقت أنجزت العمل تخطيط المشاريع وتنفيذها وبإشراف مباشر من قبل المحافظة كالتصميم الأساسي الذي يشمل المدينة وأطرافها وتوسيع شبكة الطرق والجسور ويأتي مشروع نفق وجسر الشهداء في مقدمة المشاريع المهمة والذي يربط شارع القدس بجامعة كاركوك إضافة إلى نفق يؤدي إلى شارع المطار الحولية جسر ونفق تقاطع الشهداء من أضخم المشاريع الموجودة الآن في كاركوك 450 متر طول النفق بعرض 20 متر ويتخلل الجسور تعبر من امتداد شارع القدس وتتفرع إلى طريق المعارض وإلى شارع أم البنين اللي يطلع على الجامعة بعدين ممرين ينزل على طريق حي الواسطي مجمل أطوال الجسور تقريبا يطلع حوالي 900 متر طول ما زالت عجلة البناء والإعمار والتطوير تدور في كاركوك ليتم تنفيذ أحد أكبر المشاريع فيها وهو جسر ونفق الشهداء الذي من المزمع افتتاحه منتصف العام القادم ليكون أحد الصروح المهمة في المحافظة سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك ترجمة نانسي قنقر